السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في فصل الجامعة الوضوية منظر إسلام أونلاين أيها الطلباء العزة نحن حاضرون في حصة كتابنا ديبان الحماسة أنا أرجو منكم أن تتوجه إلي بكل الإصغاء ولا تمهلوا شيئا مما ألقيت عليكم من الجواهر الأذبية هذا هو الالتماس للقبول وهو مامول بل هو منكم المامول فافتحوا كتابكم ديبان الحماسة أولا نقرأ العبارة بسم الله الرحمن الرحيم وقال بعض بني فقعس رأيت مبالي الأولى يغزلونني على حدثان الدهر إذ يتقلبوا فهل لا أعدوني لمثلي تفاقدوا إذا الخصم أبسى مائل الراس أنكبوا وهل لا أعدوني لمثلي تفاقدوا وفي الأرض مبثوس شجاع وأقرب فلا تأخذوا عقلا من القوم إنني أرى العارة يبقى والمحاقل تذهب كأنك لم تسبق من الدهر ليلة ليلة إذا أنت أدركت الذي كنت تطلب وقال بعض بني فقعس بعض بني فقعس هو شاعر من قبيلة فقعس قيل إن هذا الشاعر كان أسيرا في الأعداء فلم ينصره مبالجه فقال هذه الأبيات المبالج جمع المولى المراد ها هنا أبناء العم الأولى بمعناء الذين يخزلونني خذ لا يخزل مانه عدم النصرة إلا ينصرونني على حدثان الدهر حدثان الدهر أي حفادس الدهر إذ يتقلب تقلب بمعناء معناء التغير إذ يتقلب حينما يتغير حدثان الدهر يقول الشاعر إني رأيت بني عمي الذين لا ينصرونني على هجوم حفادس الدهر إذ تتقلب علي غير مصيبين في رأيهم ولا صادقين في فعلهم فهمتم؟ أي حينما أنا أكون فاقعا في المصائب ففي تلك المصائب هم لا ينصرونني ويتركونني مخزولة فهل لا أعدوني لمثلي تفاقد إذا الخصم أبسى ما إلو الراس أنكب هل لا للتهديد أعدى يعد إعداد ما نهو هيأة وجهز لمثلي تفاقد تفاقد هو تفاقد أي فقد بعضهم بعضا إذا الخصم الخصم ما نهو العذف أبسى ما إلو الراس أنكب أبسى من بزي يبسى يقال الأبسى أي رجل إذا خرج صدره ودخل ظهره وتأخر عجزه ويقنى به عن التكبر فهمتم مائل الرأس مائل الرأس هو كناية عن التكبر أنكب ما نهو المائل عن الاستقامة يقول الشعير فهل لا نصروني وأعدوني لمثلي والحال أن لهم في الأرض أعداء كبارا وصغار فقال وفهل لا أعدوني لمثلي تفاقد وفي الأرض مبسوس شجاع وأقرب الشجاع المبسوس ما نهو المتفرق الشجاع الحية السوداء الخبيسة وعقرب ما نهو وذجمه أقارب والمراد من الشجاع العذف الكبار والأعداء الكبار والمراد من عقرب الأعداء الشغار فيقول فهل لا نصروني وأعدوني لمثلي والحال أن لهم في الأرض أعداء كبارا وصغارا فهمتم ومعنى البيت السابق يقول فهل لا أعدوني لمن هو مثلي فقضى بعضهم بعضا إذ العذف متكبر مائل العنق مائل عن الاستقامة وفي هذا البيت إشعار بأنه ليس فيهم مثله فهمتم يتقلبو جب زمانة كبارا وصغارا انہوں نے مجھ کو مجھ جیسے کے لئے تیار کیوں نہیں کیا یعنی کوئی دوسرا اس قوم میں اتنا بہادر نہیں وحل لا أعدوني لمثلي تفاقدو کیوں انہوں نے مجھے مجھ جیسے کے لئے تیار نہیں کیا تفاقدو ان میں سے بعض بعض کو کھو دیں وفي الأرض مبسوس شجعون واقرب حالانکہ زمین میں ہر طرف چھوٹے بڑے دشمن پہلے ہوئے ہیں فلا تأخذو عقلا من القوم انہی ارى العار يبقى والمعاقل تذهب كأنك لم تسبق من الدهر ليلة اذا انت ادركت الذي كنت تطلب فلا تأخذو يقول شعر لا تأخذو عقلا العقل منہ ادیہ من القوم ها هنا القوم الالف واللام للاحد المراد من القوم الرجال الذین هو اسیر في ایديهم انني ارى العار يبقى ان العار يبقى والمعاقل اي افضیات تذهب يقول شعر اي لو هؤلاء القوم قتلوني فانتم يا ايها القوم لي انتم لا تتهيأ ولا تأخذوا الديات من بدل دم بل انتم تأخذوا السعر والمعاقل 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 تم ليلة ليلة ها هنا المراد من الليلة المصيبة فان العرب كانوا زاعمين ان الليلة تقع فيه ها المصائب كثيرة اذا انت ادركت ادركت الذي كنت تطلوب احنما انت تدرك المطلوب والمقصود فبعد ادراك المطلوب انك تكون غافلا و تكون كأنك لم تسبق و لم تغلب عليك مصيبت من قبل و انت تنسى جميع ما مضع من المسائب والمحن فهمتو يقال بالعردية ایسا لگتا ہے جیسے زمانے کی کوئی مصيبت تم پر آئی ہی نہ ہو کب اذا انت ادركت الذي كنت تطلوب جبکہ تم اپنے مطلوب کو پالو حاصل قالو وقال آخر لكن أبا قوم اصيب اخوهم رضا العار فاختاروا على اللبن الدماء فلو ان حيا يقبل المال فذية لسقنا لهم سيلا من المال مفعم لكن أبا يا أبا منه انكر قوم انكر قوم اصيب اخوهم اي قتل اخوهم رضا العار هو مفعول لقوله أبا فاختاروا على اللبن الدماء المراد من اللبن النوق التي تعتى في الديات الدماء من هو القشاص يقول يقول لیکن لیکن ایک قوم جس وقت ان کے ایک فرد کو قتل کیا گیا تو اس قوم نے انکار کر دیا عار کی رضا مندی سے عار سے مراد وہ دیت ہے دیت کی رضا مندی سے انہوں نے انکار کر دیا فاختاروا على اللبن الدماء تو انون الدود پر خون کو ترجیح دی يعني انہوں لینے پر انون قصاص لینے کو ترجیح دی فلو ان حجا يقبل المال فذية لسقنا لهم سيلا من المال مفعم لو ان حجا الحج مناه القبيلة يقبل المال فذية لسقنا من ساق يسوق سوق اعتردناه ودفعنا لهم سيلا سيلا من المال مفعم المفعم من أفعم ما يفعم مانه ملأ أي سيلا مملوء من المال المراد من المال هو الجمال يقول لو ان حجا يقبل المال فذية أي حينما نحن نقتل احدا من قوم فلو من قبيلة فلو بعد القتل ان حجا من ال احياء وان قبيلة من القبائل يقبل المال فذية منا فنحن نعطي الديات ونعطي المال ونعطي الجمال إليهم ونحن نسوق إليهم الجمال الكثيرت وسيلا مفعما مملوءا من الجمال والمال إليهم ما هم يطلبون نحن نعطي حسب ما يشاء يقال بالأردية اگر کوئی قبيلة فدیاب کے طور پر مال کو قبول کرے تو ہم اس کے لئے بھرے ہوئے مال کا سیلاب بہا دیں گے الآن ينتهي الدرس نحن نلاقیكم فيما بعد إنشاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته